وعملا بقاعدة منع تحويل المعثيرات إلى وصاية على العمل الحكومي لفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة العراقية وبخاصة رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني تسعى لإقناع الفصائل التي تؤمن بأن هناك ربطا بين التواجد الأجنبي في العراق والحرب على غزة من أن بعض العمليات هي ليست بصالح الاستقرار في العراق وليس بصالح الوضع الأمني في العراق وهناك مخاطر كبيرة وتسأل الوزير عن نتائج استمرار هذه العمليات واحتمال سقوط ضحايا وردود أفعال قوات التحالف من الناحية العسكرية والأمنية وتبعتها السياسية والاقتصادية ما تضع الجميع أمام تحديات في إشارة إلى مخاطر عدم الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي ومعها أيضا حسس الدولار من الفيدرالي الأمريكي التي قد تشمل العراق بعقوبات لا يتحملها وضعه الآم ترجمة نانسي قنقر